هنتكلم طبعا عن كل التفاصيل خاصة في ناتذة مالك على مدار الموسم هنتكلم على مباراة اليوم هنتكلم على مباراة اخرى في الدوري الممتازة تبقى يعني نتكلم مع مرشين فاضل على بطولة الدوري في فرق حتى الان يعني بتحاول تهرب من شبح الهبوط هنتكلم عليهم ايضا من خلال المباراة المتبقية لهم في الدوري الممتاز من خلال وجود نجمنا الكبير كابتال رضا عبدالعالو نجم البريمو قدام كابتر رضا برحب بيك كابتر رضا منور حبيبي أروق أدنور الحمد لله رب العالمين مبروك نادي زمانك كابتر طبعا مبروك بس قبل ما نقول مبروك لنادي زمانك بقى ونخش في المعمعة نعز كابتر محمود أبو الدهب ووفات أخته يعني إن شاء الله ربنا يسكن الفردوس الأعلى وإن شاء الله يبقى في مزان حسناتها وربنا يرحمها يا رب الله يرحمه فبنعز محمود يعني ونعز أنفسنا أسرة البرنامج كلها بتعز كابتر أبو الدهب في وفات شخيخته يعني دايما تبقى آخر أحزان بأمر اللي إن شاء الله ناورك بتتفضل ناورك يا حبيبي طبعا بنقول لجماهير مصر وجماهير ناري الزمالك خاصة مليار مبروك اللي اتعامل السنة دي إعجاز البطولات سواهم طولت الدوري طايرة يد آآ سلة آآ قدم تنس طاولة يعني في بطولات السنة دي الزمالك خدها وهو كان بقيت خالص وآخر حاجة كرة القدم اللي هي كل الناس في بداية الدوري الأولاني ونصه يعني كانوا يتمنوا إنهم يوصلوا مربع الزهري على المشاكل والصراعات اللي كانت موجودة وقبل رجوع المستشار المرددة منصور وحاجات كتيرة قوي يعني كانت في طريق وقفة في طريق نادي الزمالك إنه هو ما يوحيش إنه هو السنة دي ياخد بطولة لا ما كانش عنده سكة وقلت على الشكل ده انت قلت معي لو دخل مربع الزهري بعمل إنجاز بجد يعني لأن كل الظروف ماشية عكس الاتجاهة فرقة بتخسر تعادل مدرب يمشي مدرب مش في دماغه بيخرجه من طولة أفريقيا فيه لعيبة بتتمرض فيه لعيبة بتمشي واخد بالك مفيش صفقات كدوم فريرة فكل الحاجات دي تقلق وما تدكش واحد في المية إن انت تاخد بطولة السنة دي ممكن تعمل بقى تيم للسنة الجاية تاخد بالك إنما بطولة كانت صعب فده هنا الإعجاز والإعجاز ده إعجاز رباني ولا حد يقول لي فريرة ولا حد يقول لي تاني انت كابتن أنا بكلمك بجد أكسم بالله لأ ربنا رايد بص يا فاروق ده فيه مطشط كتيرة إنت تخسرها أو تتعدلها إذا كنت عاد أسألك سؤال في نص الحلقة بس خلاص بقى انت كده ضيعته علي اللي هو من الأمور دي هتفضل زي ما هي بالنسبة للزمالكة لا بتقول لي كده ده من عند ربنا ده دي السنة دي بس مرة وخلاص دي السنة دي بس اسمع الكلام وانت بقى خلال الحلقة هنتكلم انت عشان تحافظ على البطولات الفترة اللي جاية دي تعمل ايه انت ربنا سطرها باللعيبة دي واللعيبة اللي طلعت الناشئين واللعيبة اللي مشت فوقت لك بقيت اللعيبة والنية زي ما انت قلت في الانترو أو في المقدمة ان النية صفيت دي كانت أهم حاجة ودي اللي دايما كان بيعاني منها نادزة مالك طول عمره اللي بيقعد عالدكة ويشف دماغه وعايز الفرقة تخسر عشان ما بلعبش انما بعد ما لعيبة معينة مشت وفي لعيبة قعدت لا الدنيا اختلفت الانية صفيت من هنا جون لا بتردك زمانك يجيب جون وغدلك لا في حاجات كتيرة في حاجات كتيرة حصلت السنة دي دي دروس بقى مستفادة خد منها الإجابي وانا بقول لك يا سيد ابن استشار وأمير طبعا فيه تلاتة اربع ناشئين خلاص دولت اثباتوا كفاءة لازم السنة الجاية حتى لو جبت السفقات اللي عيبة دي تلعب اشتركوا في القناة